في هذا الفيديو سوف نتعلم كيف يستخلص الألومينيوم من خاماته من خلال عملية التحليل الكهربي لماذا نستخلص الألومينيوم؟ لماذا هو مهم جدا؟ حسناً، الألومينيوم الذي يكتب بالإنجليزية Aluminum وألومينيوم له عديد من الاستخدامات المفيدة في الصناعة وفي الحياة اليومية وعليه فهو فلز مهم من الناحية الاقتصادية إنه خفيف الوزن وقوي ومرن وعلى الرغم من تكون طبقة أكسيد على سطح الألومينيوم بعد تعرضه إلى الهواء لفترة من الوقت فإن هذه الطبقة الواقية تحافظ على قوة الفلز وسلامته وتمنع الفلز تحتها من التعرض إلى مزيد من التأكل حسناً، من أين نحصل على الألومينيوم النقي؟ الألومينيوم هو الفلز الأكثر وفرة في القشرة الأرضية ويجب أن يستخلص من خام الألومينيوم والخامات مواد صلبة مثل الصخور توجد بشكل طبيعي وتحتوي على فلزات أو معادن قيمة يمكن استخلاصها وتنتج ملايين الأطنان من الألومينيوم كل عام في جميع أنحاء العالم من خاماته خام الألومينيوم الأكثر شيوعاً هو البوكسايت البوكسايت صخرة رسوبية ذات لون بني محمر تتكون في الأساس من أكسيد الألومينيوم AL203 المعروف باسم الألومينيوم وكذلك ثاني أكسيد السيليكون SI02 أو السيليكا المكون الرئيسي للرمال وبعض شوائب أكسيد الحديد وأبرزها أكسيد الحديد الثلاثي FE203 الذي يكسب هذا الخام لونه البني المحمر المميز وكميات قليلة من ثاني أكسيدي التيتانيوم الأبيض TI02 تحدث عملية استخلاص الألومينيوم وفصله عن المركبات الأخرى الموجودة في خاماته داخل مصانع صهر كبيرة يتحول البوكسايت أولاً إلى ألومينا في عملية باير ثم يتحول الألومينا إلى فلز الألومينيوم عن طريق عملية هال هيرولد في عملية باير يسحق البوكسايت أولاً ويضحن ثم يخلط وبعد ذلك يضاف إلى محلول ساخن من هيدروكسيد الصوديوم يتفاعل هيدروكسيد الصوديوم مع أكسيد الألومينيوم الموجود في الخام وهو ما يؤدي إلى إذابة مركبات الألومينيوم وبعد ذلك تزال الشوائب غير القابلة للذوبان ثم تبرد مركبات الألومينيوم المذابة وترسب ثم تسخن من جديد لإنتاج الألومينا حسناً لقد ألقينا للتو نظرة سريعة على عملية باير لكن هذا الفيديو يركز في المقام الأول على عملية هال هيرولد يحدث تحويل الألومينا إلى فلز الألومينيوم باستخدام التحليل الكهربي والتحليل الكهربي عملية كيميائية تمرر فيها الكهرباء عبر إلكتروليت وهو ما يسبب تفككه إلى العناصر المكونة له وتتطلب عملية التحليل الكهربي قدراً كبيراً من الطاقة ومن ثم فإن إنتاج الألومينيوم أمر مكلف لماذا إذن نستخدم طريقة التحليل الكهربي في استخلاص الألومينيوم؟ للإجابة عن هذا السؤال علينا معرفة أن طريقة استخلاص أي فلز تتحدد بناء على مدى تفاعلية هذا الفلز توضح سلسلة النشاط الكيميائي هذه بعض الفلزات النشطة نسبياً وبعض الفلزات الأقل نشاطة مرتبة تنازلياً حسب التفاعلية نسبة إلى تفاعلية الكربون اللافلزي الفلزات النشطة ومنها الألومينيوم لها أكاسيد مستقرة للغاية على سبيل المثال لا يوجد الألومينيوم في صورة فلز نقي في القشرة الأرضية وإنما في صورة مركبات من الألومينيوم وأكسيد الألومينيوم أو الألومينيوم مركب مستقر للغاية ويتطلب الأمر قدراً كبيراً من الطاقة لفصل الفلزات عن الأكسوجين بعبارة أخرى اختزال الألومينيوم إلى فلز نقي وإنتاج الأكسوجين يتطلب الكثير من الطاقة ولذلك فإن التحليل الكهربي هو الطريقة المناسبة لفصل الفلزات النشطة عن أكاسيدها أما الفلزات الأقل نشاطاً فإن أكاسيدها تكون أقل استقراراً مثال على ذلك أكسيد الحديد الثلاثي الذي يوجد في الهيماتايت يتطلب فصل هذا الفلز عن الأكسوجين قدراً أقل من الطاقة على سبيل المثال يستخلص فلز الحديد عادةً عن طريق الاختزال بالكربون نظراً لأن الكربون أكثر نشاطاً فعلى سبيل المثال يتفعل الكربون مع الأكسوجين لتكوين ثاني أكسيد الكربون وهذا يحدث في الفرن العالي إذن الفلزات الأدنى في ترتيب القائمة تختزل عموماً في وجود الكربون للحصول على الفلز النقي إننا نعرف الآن لماذا يستخلص الألومنيوم من خاماته عن طريق التحليل الكهربي دعونا نلقي نظرة على هذه العملية بمزيد من التفصيل لقد ذكرنا أن الألومينا يستخلص من خامه عن طريق عملية باير وأن الألومنيوم يستخلص من الألومينا من خلال التحليل الكهربي عن طريق عملية هال هيرولد سنتناول هذه الخطوة الآن يوضح الشكل مقطع عرضياً لخلية هال هيرولد الإلكتروليتية وهي تتكون من طبقة خارجية من الطوب المقاوم للحرارة ثم غلاف من الصلب والطبقة الثالثة عبارة عن مهبط من الكربون يبطن الخلية ويكون الكربون في صورة غرافيت أو أنثراسيت والمهبط في الخلية الإلكتروليتية هو القطب السالب ويتكون المصعدان اللذاني لهما شحنة موجبة من الكربون أيضاً والمادة البادئة في عملية التحليل الكهربي هي الألومينا في التحليل الكهربي عادة ما ينصهر المركب البادئ ثم تنتقل الكهرباء عبره لفصل عناصره لكن الدرجة انصهار الألومينا تزيد عن ألفي درجة سليزية ومن ثم فإنه بادلاً من ذلك يخلط الألومينا والكريوليت معاً وينصهر الخليط عند درجة حرارة 900 درجة سليزية تقريباً إن درجة انصهار الكريوليت أقل من درجة انصهار الألومينا وهو يسلك سلوك المذيب لتكوين إلكتروليت من الألومينا والكريوليت المنصهر وعليه يستخدم قدر أقل من الطاقة وتقل تكاليف الإنتاج دعونا نذكر أنفسنا بما هي الإلكتروليت الإلكتروليت مادة ذات آيونات حرة الحركة يمكنها توصيل الكهرباء الآن وقد عرفنا إعداد الخلية كيف يولد الألومينيوم أولاً تمر الكهرباء عبر الإلكتروليت باستخدام المصعدين والمهبط عند المهبط تكتسب آيونات AL3 الموجب الإلكترونات وتختزل ويمكننا كتابة هذه المعادلة النصفية على نحو الآتي تكتسب الآيونات الموجبة إلكترونات وهذه عملية اختزال يساعدنا ربط كلمتين الأكسادة والاختزال بالكلمتين خسارة وفوز على تذكر ذلك الاختزال هو اكتساب الإلكترونات يغوص الألومينيوم السائل إلى قاع الخلية ويتدفق ثم يجمع عبر مخرج وبعد ذلك يصب الألومينيوم على شكل كتل تتجه آيونات الأكسيد السالبة الشحنة من الألومينا نحو المصعدين وتوضح هذه المعادلة النصفية التفاعل الذي يحدث هذه عملية أكسادة الأكسادة هي فقد الإلكترونات ويمكننا ملاحظة أن تلك الإلكترونات الأربع تزال من الأكسجين في هذه العملية ينتج غاز الأكسجين ويتصاعد على صورة فقعات يتفاعل بعض الأكسجين مع الكربون عند المصعدين في درجات الحرارة الشديدة لارتفاع تلك ولهذا السبب يجب استبدال المصاعد دائما عندما تبدأ في التفتت يمكننا جمع هاتين المعادلتين النصفيتين للحصول على التفاعل الإجمالي للخلية الإلكتروليتية سنعيد كتابة المعادلتين وبعد ذلك سنضرب كل معادلة في عدد مناسب لكي نحذف الإلكترونات إذا ضربنا المعادلة العليا في أربع والمعادلة السفلة في ثلاثة نحصل على الآتي يمكن حذف إثنى عشر إلكترونا على اليسار وإثنى عشر إلكترونا على اليمين والآن يمكننا جمع المعادلتين معا ونحصل بذلك على المعادلة الإجمالية الآتية أربع AL3 الموجة بالسائل زائد ستة أوتو السالب السائل ينتج أربع AL السائل زائد ثلاثة أوتو الغاز يمكننا دمج هذه الآيونات في صيغة الألومينا البادئة ونلاحظ أنه في مقابل كل مولين من الألومينا يضافان إلى الخلية تنتج أربعة مولات من الألومينا إننا نحتاج إلى عدة خلايا إلكتروليتية كهذه يزيد عددها أحيانا على ثلاثمائة خلية لإنتاج الألومينا بمعدل مقبول اقتصاديا في الصناعة ويلزم وجود تيار كهربي تزيد شدته عن 150 ألف أمبير وقرابة أربع فولت لكل خلية وهذه عملية تتطلب قدرا كبيرا من الطاقة يصل إلى نحو 15 كيلو وات في الساعة لكل كيلو جرام ينتج من الألومينا وهذا يعادل 54 ميجا جول من الطاقة اللازمة لإنتاج كيلو جرام واحد من الألومينا ومع ذلك يدرس العلماء طرقا من شأنها أن تجعل تلك العملية أكثر كفاءة والآن حان وقت التدريب أي من الآتي ليس سببا لاعتبار الكريوليت جزءا من الإلكتروليت المنصهر في عملية استخلاص الألومينا ألف يزيد الكريوليت كمية الكهرباء المستخدمة باء يقلل الكريوليت درجة انصهار الألومينا جيم يزيد الكريوليت توصيلية الإلكتروليت دال يوفر الكريوليت آيونات السوديوم التي تساعد على توصيل التيار الكهربي هاء يقلل الكريوليت درجة الحرارة المستخدمة للخلية الإلكتروليتية حسناً تتكون عملية استخلاص الألومنيوم من خطوتين في البداية يستخرج الألومينا من خام البوكسايت في عملية باير بعد ذلك يستخلص فلزو الألومينيوم النقي من الألومينا في عملية هال هيرولد وهذه عملية إلكتروليتية التحليل الكهربي عملية كيميائية تنتقل فيها الكهرباء عبر الإلكتروليت وهو ما يسبب تفككه إلى العناصر المكونة له والسؤال هنا عن الإلكتروليت المنصهر ومن ثم فنحن نعرف أننا نتناول عملية التحليل الكهربي في خلية هال هيرولد الإلكتروليتية لدينا مهبط من الكربون ومصعد من الكربون تمر الكهرباء عبر إلكتروليت يحتوي على آيونات الألومينيوم التي تكتسب الإلكترونات من المهبط وتختزل هذه الآيونات إلى فلزو الألومينيوم ويغوص فلزو الألومينيوم السائل هذا إلى قاع الخلية ويمكن تجميعه عبر مخرج ثم يصب بعد ذلك على شكل كتل إذا كان الإلكتروليت يتكون فقط من الألومينا المنصهرة بعبارة أخرى أكسيد الألومينيوم السائل فسيكون من الضروري تسخين الألومينا الصلبة إلى درجة صهارها التي تزيد عن ألفي درجة سليزية وهذا يتطلب قدرا كبيرا من الطاقة لذا بدلا من ذلك يخلط الكريوليت وهو مركب من السوديوم والألومينيوم والفلورايد مع الألومينا الصلبة الكريوليت له درجة صهار أقل من أكسيد الألومينيوم ويعمل عمل المذيب لتكوين خليط إلكتروليت من الكريوليت المنصهر والألومينا ينصهر هذا الخليط عند درجة حرارة 900 درجة سليزية تقريبا بدلا من 2000 درجة سليزية في حالة الألومينا النقية وعليه يستخدم قدر أقل من الطاقة أو الكهرباء وهذا يقلل من تكاليف الإنتاج السؤال المطروح هو أي من الآتي ليس سببا لاستخدام الكريوليت؟ الخيار آلف يزيد الكريوليت كمية الكهرباء المستخدمة وهذا ليس سببا لاستخدام الكريوليت الكريوليت يستخدم لتقليل كمية الكهرباء اللازمة أما خيارات الإجابة الأربعة المتبقية فهي أسباب إضافة الكريوليت يقلل الكريوليت درجة صهار الألومينا يزيد توصيلية الإلكتروليت كما أنه يوفر آيونات الصوديوم التي تساعد على توصيل التيار الكهربائي يقلل درجة الحرارة اللازمة لعمل الخلية الإلكتروليتية والآن سنرجع إلى سؤال لدينا أي من الآتي ليس سببا لاعتبار الكريوليت جزءا من الإلكتروليت المنصهري في عملية استخلاص الألومينيوم؟ الإجابة هي أن الكريوليت يزيد كمية الكهرباء المستخدمة هذه هي النقاط الرئيسية التي تعلمناها عن عملية استخلاص الألومينيوم الألومينيوم فلز مهم من الناحية الاقتصادية وله العديد من الاستخدامات المفيدة البوكسايت هو خام الألومينيوم الأكثر شيوعا يجب استخدام التحليل الكهربي لاستخلاص الألومينيوم من خامه نظرا لأن الألومينيوم أكثر نشاطا من الكربون يستخدم الكريوليت لخفض درجة حرارة صهار الألومينا هذا بدوره يوفر الطاقة ويقلل تكاليف الإنتاج وأخيرا تختزل آيوناتو AL3 الموجب في الألومينا المنصهرة إلى فلز الألومينيوم عن طريق اكتساب إلكترونات ترجمة نانسي قنقر